سيناريو المؤامرات حبكة المزيج فيها ضربات عسكرية وتصريحات رسمية آخر فصوله كان اتهام إيران لإسرائيل بالوقوف وراء مؤامرة لتفجير صواريخها الباليستية ومنشآتها النووية طهران في اتهامتها تحدثت عن دور الموساد عبر مورد خارجي هدف إسرائيل من دس تلك القطع المعيبة التسبب في تعطل وتفجير الصواريخ الإيرانية قبل استخدامها حوادث سابقة كثيرة كانت إيران ربطتها جميعا بإسرائيل آخرها في بداية العام الجاري هجوم بمسيرات صغيرة على مستودع وزارة الدفاع الإيرانية في أصفهان وسط إيران في العام الماضي أيضا تحديدا في شهر أغسطس أعلنت لاستخبارات الإيرانية اكتشاف مجموعة تخريبية وجواسيس أرسلها الموساد بهدف التفجير والتخريب إسرائيل دوما تتخذ موقفا صامتا وترفض التعليق على المزاعم الإيرانية لكن الرئيس السابق للموساد يوسي كوهين قال في أغسطس العام الماضي إن الموساد نفذ عمليات لا حصر لها داخل إيران ضد البرنامج النووي الإيراني إسرائيل لم تستهدف وفقا لإيران منشآتها النووية فقط بل حتى فخر زادة الذي تعتبره طهران صندوقها الأسود وأب الصناعة النووية والذي اغتيل عام 2020 وحملت إيران إسرائيل مسؤولية مقتله لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر